. ميزي هذا خلقت ببيتل ولي تحدثت مع الكبار وستعملت الكبار يعني ويهي خلقت لمس لهذه اللغة اللغة الأكاديمية، مش الأكاديمية عفوا، اللغة الأدبية والأدب والقراءة فهذا ظرف الملاحظة كثير مهمة، المفروض نتبعين اعتبار كيف بعدها ممكن نسأل أسئلة حولها كيف ممكن لماذا تسلط ضوء عليها في فترة المعروف؟ مش تسلط يعني نحن قصة طبعتها كلنا عشان ما تسلطش ضوء عليها بس لماذا حضرت بنوع من فرص معينة اللي كانت معدومة أو مسلوبة للنساء والرجال من قبلنا، فأنا ماذا بسنين الظروف هل سنين كثير منية الفكرة ان احنا اليوم عم نسمع عن شو كتبت مي زيادة وعن شو أثرت مي زيادة ونقول شي عن الحركة ممكن الفكري اللي عملتها معنوها كمان بلطي الثانيين شو نحنا مان ما سمعناش هذيك الوقت بضي أسوات بلط، بس انو هي أسمي بس صحيات عبارة من كانت انا مطلق مؤسسة أو ماضي ساعر أو شي تبا العكس، من بعد ما نجح من ومن معبونا كانت كثير نجح لالش فتقللوا، صاو صرا، مؤسسة ما هو الشيء انعي لا بديتش انو ولا شيء حتى رحظت انو كيفي صارت معي زيادة مش انو يقرر انو ترك تتعلم ولا فكر ولا شيء إنه أهلاً أو أهلاً كليات العمر صغير يعني هون انيضال بحالش كان من دماغات النسوية الواطنة هذه زيادة مكرتش من نوعها كانت من نوعا هي مكان ثاني هي بالأدب هي اللي بين هذي علية القوم بالفكر اللي مفكر يا الله اللي خدي العيل اشتركوا في القناة